نفى مجلس الوزراء لتعاءة والمزاعم بشأن توجه الدولة المصرية لبيع الأصول وأوضح المجلس أن الحكومة قامت بوضع سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة والأفتاء إلى أن سياسة ملكية الدولة للأصول تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين